برنامج تمكين الذي تقيمه وزارة التنمية الاجتماعية في محافظة مسندم والذي يهدف إلى تمكين الأسر المنتجة اقتصاديا ومساعدتهم على تعزيز قدراتهم من خلال تهيئة مسارات التمكين التي تساهم في تحسين مستوى معيشتهم لتحقيق النجاح والنمو الاقتصادي لمشاريعهم الريادية برنامج تمكين هو برنامج يهدف إلى تمكين الفئات المحتاجة اقتصاديا ومساعدتهم على تحسين حياتهم المعيشية من خلال تعزيز قدراتهم التدريبية وأيضا تمكينهم في المشاريع الاقتصادية من خلال برنامج تمكين الاقتصادي طبعا برنامج تمكين يستهدف عدة فئات عندك الفئات المستفيدة من مساعدات الوزارة التنمية الاجتماعية أيضا أسر الدخل المحدود بالإضافة إلى ذلك الأسر المسجلة في قاعة بيانات لدى وزارة التنمية الاجتماعية أيضا لدينا الأسر المستفيدة من المنافع الحماية الاجتماعية اللي هم المطلقات والأرامل وأيضا ذو الإعاقة حيث تم التعريف بمنصة مكسب وهي منصة إلكترونية تجارية تعمل على تمكين رواد الأعمال والأسر المنتجة لعرض منتجاتهم والاستفادة من الخدمات التي تقدمها المنصة منصة مكسب هي منصة إلكترونية تستهدف لرواد الأعمال والأسر المتناهية الصغر والتي تستهدفها وزارة التنمية الاجتماعية والتي تكون من ضمن منظمة الحماية الاجتماعية طبعا هي منفذ تسويقي سهل بالنسبة لهذا الأسر كيف أنها تسوق وتروق لبضاعتها فيها عدة منافذ وهذا المنافذ تكون لصالح هذا الأسر منفذ للتاقر والمستهلك وللمندوق وتعمل مسارات برنامج تمكين على رفع المستوى المعرفي ودعم الأسر المنتجة من خلال تحديث قاعدة بيانات الأسر المنتجة وتسجيلهم في منصة مكسب يأتي المعرض التقييمي للأسر المنتجة بهدف تسهيل تسجيل إجراءات الأسر المنتجة في منصة مكسب والتي تهدف إلى إيجاد منافذ بيئ تسويقية إلكترونية من ولاية خصب عبد الرحمن بن علي الظهوري محافظة المسند